تواصل جمعية نشرين الإماراتيين مشاركتها في معرض أقلام من ذاكرة الخمسين المقام في قاعة يورسبيس في الجادة بالشارقة حيث يستمر حتى 18 من ديسمبر الجري ويأتي احتفاءا بالإنجازات المتفردة والرواد الذين أسهمت جهودهم في تعزيز صناعة النشر في دولة الإمارات خلال الخمسين عاما الماضية من عمر الدولة وقال راشد الكوس المدير التنفيذي لجمعية نشرين الإماراتيين يبرز المعرض للزائر تطور الذي سار عليه قطاع النشر الإماراتي في محطته المتسارعة منذ السنوات الأولى لتأسيس دولة الإمارات ضمن عملية تنموية متلاحقة حققت من خلالها الدولة تقدما بارزا في صناعة النشر حتى غدت من الدول المتقدمة في هذا القطاع التنموية وأضاف قطاع النشر واحد من القطاعات التي تأسست على أيدي رواد ومبدعين ملهمين نكون لهم كل التقدير والمحبة لما بذلوه من جهود في زرع بذور النجاح التي نجني ثمارها الآن في شتى مجالات النشر ترجمة نانسي قنقر